كان هذا الصحفي كانت عنده ذرة كرامة هذا الصحفي اللي قاعد يزيدله وقاعد يعاون فيه بدل ما يطرح له أسئلة مثلاً يقول له كيفاش هذه كذبة القرن هم كان حراكيين هذون وهذون هما يا تبون هذون هما اللي يعني ثورتهم انتفاضتهم هي اللي أطاحت بوبة فليقة اللي راك انت في بلاستو الآن مثلاً يقول له كيفاش هذه كذبة القرن كون كان عندنا صحفي يواجهوا مثلاً في مجموعة خضايا لكن طبيعة الحال صحفة صحفة الرونجيرس هذون ما عندهم شون يروحوا هذا الصحفي بالذات كان دار مع تبون في اكتوبر ولو في نوفمبر 2019 حوار من بين الأسئلة اللي ترحالوا قالوا كيفاش تسترجع الأموال اللي راهي نهبتها العصابات رك عارفوا الراهي قالوا اني عارفوا الراهي كيفاش تسترجع قالوا ما نقول لكش قون قول لك يديروا كونتر خطة وتعارفوا خرجت هذه كلمة كونتر خطة إلى آخره قالوا ما يطير خطة قالوا رك عارف قالوا المكان لي قالوا الأماكن قالوا ملاير دولارات هاي وش ملاير دولارات عشرات ملاير دولارات بلك المساعد يسمعني عود يباثولي فكان هذا هو السؤال اللي كان المفروض هذا الصحفي لو كان كان عنده درة كرامة هذا الصحفي ويزع منه صحفي بعد ما قعد يمسد عليه ويحنن عليه هو الصحفي الحقيقي رهموش هو اللي يقول للحاكم ما يريد أن يسمع إنما هو الصحفي الحقيقي هو اللي يقول للحاكم ما يجب أن يسمع ما يقوله الشعب أما تروح ثم وتبدأ تمسد عليه ويا سيد الرئيس وهذه كما وصحة هذة كما قلت واللي ينساها تفكروا فيها وتعاونوا هذا مش صحافة ولذلك حتى الأداء تعتبون سخيف جدا سخيف جدا الناس قالوا هذا رئيس هذا بعض الصحة اللي بعثوا ويقالوا لي حمالك ما تفوتوناش هذا مش رئيس هذا هذا رأي يدي لك الغمة يدي لك الأمراض النفسية يدي لك الفسد لك العقل تشعر بأن الجزائر كارثة كي يشوفوا يشوفوا الناس كارثة لكن كون كانت عندنا صحافة حقيقية والله يا إخوان هذي عرفوها الصحفيين كثير اللي داروا معاي حوارات دايما نقول لهم بلا تحفظ له أي سؤال كن مؤدب وسأل أي سؤال هذا مني بش رئيس في من ذلك المفروض الرئيس عنده الإمكانيات وعنده المستشارين وعنده اللي يفهموه وعنده اللي يجيبوله اللي يحضروله سأل أي سؤال كل ما كانت الأسئلة فيها تحدي كل ما كان إذا كنت قادر على أشقاك كل ما تعطي أفضل ما لديك أفضل اللقاءات اللي قمت بها هي اللي كانت فيها المواجهة نتاعي سواء صحفي أو واحد من الطرف الثاني كان قوي أكثرها لذلك مثلا من بين اللقاءات اللي الناس يعتبروها ربما أدرك لقاء كلاسيكي هو لقائي مع الهاشمي شريف في جنوبي 1990 واللي يحضر فيه ريضا مالك الهالك ريضا مالك وخالد نزار وغيرهم لأن مواجهة كانت قوية والهاشمي شريف كان قوي في المواجهة ولذلك الأداء كان قوي أما تجيب لك صحفي وهذا يمسد على الوزير أو على الرئيس أو على المسؤول بالعكس هذا يهلكه أكثر ويزيد يبين السخافة نتاعه أكثر كون كان صحفي ثم يقول له لما قال رهو قال بلا ربك ما تطلعو ولا استغفر يقول له سيد الرئيس هذا أنت المفروض رأيس لا تتكلم بهذا الأسلوب الناس اللي عايشين في بريطانيا خاصة أو في الولايات المتحدة أو في استراليا عند الأنغلوساكسون يشوفوا صحفيين مرة فيه واحد هذا يسموه جيريمي باكسمان صحفي طرح نفس السؤال على وزير الخارجية كان أنا ذاك أو وزير داخلية ستة عشر مرة بستة عشر مرة مختلفة اخذع لها فيما بعد جائزة نفس السؤال يطرحوله ستة عشر مرة كل مرة بصيغة مختلفة ومن زوية مختلفة لأن الوزير كان يعرف كيفاش يتهرب ويعرف كيفاش يرد ويعرف كيفاش يتخاف هذه الصحافة الحقيقية أما صحافة تمسيد على سباط الحاكم اللي مزور أصلا ما تروحش بعيد والناس تلعنكم لعنا كثيرا وهذا مرة زي بيجيب يقول له واحد برك لكن للأسف ما هي كاش صحافة لها هاو السؤال اللي كان لازم يعود يطرحوله ها جماعة العسابة وبأني نسترجحها وقدر نجيبها 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 كيف يا نجيبها زيدنا كده ما نقولش أبي يدخل أما نقول لكش بش يأخذوا احتياطات أقول لا ما نقولش أنا نعرف من ينجيبها نعرف ورحمة موجودة نعرف من ينجيبها عرف المكان الأماكن مش الماكان أماكن بلدان في بلدان ما أرغبتش من ما أسأل لا لأن أمور تطلب نوع من سرية لا المتحرين ولا 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 المهم أفضل لعنبش يعلم مش حال قيمة داح عشر ملاير خمس ملاير بشر ملاير لا تكلم عن دولار يحسره ورا يحسره وغير قانوني بعد ثلاثين شهر سنتيم لم يجبوش نتحدى هل كان يجيبنا دولار واحد يقول هم يجبوه من بره مع أنه قال لك عارف الأماكن عشرات الملايين من الدولارات وما يقول لك باش ما يديروا كونتر الخطة نتحدى هل نقول لك من جيبت دراهم جيبتها من جيب الشعب نجيب الطبقة المتوسطة والفقيرة جيبتها بتخفيض دينار دينار من اللي جاء تبون راه مقص بأكثر من خمسة وعشرين بالمئة في مواجهة الدولار روحوا شوفوه شوفوا الدولار واش كان يسوي في الفين وعشرين في واحد جنوبي الفين وعشرين وشوفوه الآن بمعنى إذا كنت تدي ربع ملايين دراك راك تخص ثلاث ملايين وإذا كنت تدي زج ملايين دراك راك تدي مليون ونص هذا بتخفيض دينار مباشرة جابها من الغرامات اللي راه يتفرض ما زالت تفرض على الناس على الفلاحين وعلى الموالين وعلى التجار وعلى الغرامات اللي تتمدل الدولة ولا الغرامات اللي تحط في جيوب المفسدين والفاسدين من الدرك والشرطة جابها من ارتفاع الأسعار جابها من ليطاكس واليزامب واليزادهم واليتامبر الليزادهم على كل شيء من ثم جابها وهاهو ما زال يزيد يجيب هاد الايام من اللي زافرت على الاولاد اللي داخلي للمدارس اللي راي ارتفعت بنسبة تقريبا 300% بعض الادوات 300% اللي كانت تتباع بمئة دينار قبل عامين راي تتباع ضرك 300 دينار أو 250 دينار أو كاي اللي تجاوز 200% و300% وكاي اللي اكثر من ذلك ها هو من ينجابها لو كان كان هذا الصحفي عنده ذرة كرامة لو كان ذكره غير بهذا القول يقول له يا طبعا ما يقوله السيد الرئيس يا تبون المزور في الحقيقة يقول له يا تبون وراهي الاموال اللي يقول ترك عارفها اماكنها وراهي بعشرات الملاير من الدولارات لماذا ما دخلش البلاد